وفي صحيفة العرب لكن إلى لبنان ميقاتي يتعهد بمحاسبة المتورطين في الهجوم على اليونيفيل أكد رئيس حكومة تصريف العمال اللبناني نجيب ميقاتي الجمعة خلال زيارة إلى مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل في جنوب البلاد أن التحقيقات مستمرة لمحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عنصر إيرلندي في خطاب قوي يأتي عقب نفي حزب الله أي دور له في العملية فيما يمر لبنان بأزمات اقتصادية وسياسية ومخاوف أمنية وليل الأربعاء قتل عنصر إيرلندي يبلغ من العمر 23 عاما من قوة اليونيفيل عصب ثلاثة آخرون بجروح جراء حادثة تخلى لها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية خارج منطقة عملية اليونيفيل في جنوبي لبنان ويحقق القضاء العسكر اللبناني في الحادثة ولا يزال أحد الجنود الإيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحدى مستشفيات صيدة والتقام قاتي وقائد الجيش صباح الجمعة القائد العام لقوات اليونيفيل في مقره في مدينة ناقورة جنوبي لبنان وقال إثر اللقاء إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ومن الضروري تحاشي تكرارها في المستقبل ومن ثبتت إدانته سينال جزاؤه حسب قوله اشتركوا في القناة